تقيم الثنين قام سعادة الشيخ عبدالله بن أحمد الخليفة رئيس مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة نائب رئيس لجنة تقييم مراكز الخدمات الحكومية بزيارة إلى وزارة الصناعة والتجارة والسياحة لتعليق الدروع في مركزي فحص المعادن والبحرين للمستثمرين التابعان للوزارة نباشر اليوم بمعاية زملاء أعضاء لجنة تقييم مراكز الخدمة الحكومية بمراسم تعليق الدروع على هذه المراكز زرنا مركزان في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وقمنا بجولة في هذان المركزان ونشيد بما شاهدناه من جودة في تنظيم المراكز وفي تقريم الخدمات النوعية في هذه المراكز ووجدنا ميزة أن هذان المركزان حافظة على دورتان وتاريتان بالدرع الذهبي وهذا يحسب لي الوزارة أشكر فريق العمل في الوزارة بالأخص في هذه المركزين مركز البحرين الاستثمرين والذي يعني بشؤون السجل التجاري ومركز فحص المعادن الثمينة والذهب على تألقهم لسنة ثانية على التوالي وحفاظهم على التقييم الذهبي وأتمنى لهم المزيد من نجاح والتقدم في المستقبل وإن شاء الله نحن مستمرين على العهد أن نحسن في خدماتنا بصورة تلقائية وفورية من خلال الملاحظات التي نستلمها من داخل الوزارة وأيضا من خارج الوزارة من أجهزة الدولة الأخرى أو المراجعين في هذا الشأن خطوة تبرز المراكز الحكومية المتميزة ودروع تزينها كعلامة معتمدة دلة على تفوقها في تقديم الخدمة وفق أجود المعايير ممثلة الحافزة للموظفين على استمرارية العمل بإبداع وفعالية وتقديم الخدمات بأفضل المستويات للمواطنين نسبة لنا التحدي الحفاظ على هذا المستوى مثلا من التقييم وهو الفئة الذهبية هذا تحدي كبير في مقابل هذا التحدي يعني طبعا هناك بالإضافة إلى خطنة روتينية للعمل استقطاب شريحة جديدة مثلا من المتعاملين اللي هو طرح مجموعة من الخدمات المتميزة أيضا يعني الخاصة بالمركز هناك ضموح أن نحن نتوسع في هذه المرحلة أملنا أيضا أن نحقق إن شاء الله الذهبي وأعلم من ما هو الذهبي ولكن لا يمنع أن نحن نرتقي بالمراكز الأخرى الموجودة معانا هناك عندنا المركز الخليجي ومركز السعودي ونحن نتمنى إن شاء الله أن يكون خلف المنافسة جهود مبذولة لمواصلة الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وإشادات بتفاني في سبيل تحسين كفاءة الخدمات بصورة مستمرة برزت بشكل واضح بعد التقييم الذهبي من قبل برنامج تقييم 2 الذي أسس أرضية صلبة للانطلاق في رحاب التميز في الخدمات الحكومية ورفعها إلى أفضل المستويات شوق العثمان لمركز الأخبار تلفزيون البحرين